بيعث تلعب النادي الاهلي تحياتي لك كريم وتحيات ضيوف الكرام الكابتن عدل طعيمة كابتن مهر همام أستاذ جمالي الزهير الدكتور أحمد بأيومي اتفاضل كريم كل التحية ليك كابتن وسام حسني وكل التحية الكابتن الكباتن الكبار وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان الحقيقة أجواء طيبة جدا حتى هذه اللحظة استعدادات على قادم النصاق بالنسبة لفريق النادي الاهلي لكل الحقيقة في حالة جدية كبيرة جدا حالة تركيز حالة وعي كبيرة جدا في الأجواء المحيطة الأجواء الطيبة جدا حقيقة من الجانب التونسي عايزين نبدأ بهذا الأمر الحقيقة منذ وصلنا على كابتن وسام هنا في تونس الترتيبات الأمنية الترتيبات اللوجستية المهمة جدا الحقيقة اللي بتكون لها دور كبير وبالكلها سبب كبير جدا أن أنت تترك المساحة فقط للجهاز الفني بيخاتم السمارس الكولر إنه يركز فنيا فقط لغير الأمور اللي بكون خارجية الأمور الإدرياء دي ما بتتم على أكمل وجه بتريح الجهاز الفني بشكل كبير وبتساعد إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي للتقدم في خطوة مهمة جدا إن شاء الله نحو منصة التتويج الـ 12 أهلي هي الشعار لكل جمهور النادي الأهلي يمكن عايزة أبدأ معاك كابتن أسامة وطبعا كابتن الفلسطوري طبعا هيكده على كل هذه الأمور الحقيقة قيمة الكابتن محمود الخطيب في وجوده مع بعثة فريق النادي الأهلي كرئيس للبعثة في لمساته البسيطة جدا في تحييته لعيبة النادي الأهلي في السلام وفي الطائرة أجواب تكون مهمة جدا وزي ما بنقول في كل مرة كابتن أسامة المردود والرسالة بتصل سريعا مع الرغبة الكبيرة ومع الوعي الكبير في اللي فيه لعيبة النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي عارف أهمية هذه المباراة أهمية هذه البطولة لكن القيمة الكبيرة الحقيقة في البداية ما بيكون معانا كابتن محمود الخطيب والدعم أيضا كمان من مجلس إدارة النادي الأهلي بيكون لها مردود كبير جدا بيبان في الحماس بيبان في الجدية بيبان في أمور كثيرة من وشوش اللعبين فإن شاء الله بإذن الله كل المجهودات والترتيبات المميزة جدا حتى هذه اللحظة تكلل بالنجاح إن شاء الله يوم السبت في 90 دقيقة مهم جدا شهود أول يعني إن شاء الله بإذن الله عندنا سيقة كبيرة في السر كولر في اللعبين في الاختيار في السكواد اللي متواجد معنا الحمد لله الشيء المطمئن جدا كبتن أسامة إن السكواد اللي متواجد معنا ما فيش أي إصابات وده كان أمر مهم جدا يعني منذ وصلنا لتدريب الأول نهاردة لتدريب الأخير بنحاول على طول بعد التدريب نطمن من الجهاز الطبي رئيس الجهاز الطبي طبعا دكتور رحمة جبالة مين بيشكي من إيه هل في كدمات هل في التحامات لإن حالة الجدية والحماس الكبيرة اللي بنشوفها في التدريب بيكون مهمة جدا الحقيقة التدريب أمس كان مهم تعارف كبتن أسامة وكبتن الكبار للتدريب الأول في المباريات أو في السفرات بيكون مهم جدا بينديك الطبع على مدى جهازية اللعبين مدى تركيز اللعبين أيضا كمان المدير الفني بيلمس أمور عديدة جدا في الجمل التكتيكية النظرية اللي بيكلم عليها الراجل المميز جدا الحقيقة في رؤية المباريات في تحليل المباريات بيتفرج على أكتر من براءة بيحاول أنه يدي هايلايتس البعض اللعبين يوزع على الجهاز الفني بيقرى كويس جدا من المباريات الحسيمة والمباريات الكبيرة عشان كده إن شاء الله بإذن الله بنتمنى الميستر كولر كل التوفيق على مدار الأيام اللي فاتت قدر أنه يصل لأكتر من ست مباريات من خلال المشاهدات فإن شاء الله بإذن الله يقدر يعمل التوليفة يقدر يوزع السيناريو سانيرويات عديدة جدا في المباريات النهائية بيكون مهمة فإن شاء الله بإذن الله مستر كولر يكون موفق بإذن الله في اختيار التشكيل وفي إدارته الفنية من خلال خارج الخطوط طبعا في خلال التسعين ديئة في اللحظات اللي أنا بكلمت فيها كابتن نسامة تدريب النادي الأهلي الأخير على ملعب حماد العجربي أو ملعب رادس اللي هيستقبل المباريات اليوم السبت تدريب طبعا هنا توقيتات مختلفة ساعتين يعني زي ما بيقول مثلا عندنا بتكون الساعة عشرة هنا بتكون الساعة تمانية طبعا الخمساشر ديئة الأولى بالنسبة للإعلام في مجود كبير جدا الحقيقة بيوبزل من جانب الإعلام التونسي وأيضا كمان من الناحية التانية للنادي الأهلي والصحافة المصرية احترام كبير جدا متبادل في حالة هدوء تواجدنا أكتر من مرة الحقيقة في تونس لكن المرة دي حالة الهدوء كبيرة جدا لأن قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا الحقيقة سواء ما شفنا طبعا رئيس نادي الترجي التونسي في وجود طبعا كابتن محمود الخطيب في الاستقبال سفير إهاب فهمي في استقبال كان كبير جدا ودي الرسالة يعني رسالة بين الأندية مهمة جدا بما تشوف القيمتين الكبيرتين الحقيقة زي كابتن محمود الخطيب وأيضا كمان حمد المؤدب طبعا وهو الرئيس نادي الترجي التونسي بتدي رسالة للجمهور أن الأمور كلها في المستطيل الأخضر وبعد المستطيل الأخضر كل الأمور بتكون طبعية جدا وأيضا كمان جمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الترجي حال التبادل وحال الترحاب كبيرة جدا في هذه الأجوال الأمور طيبة جدا كابتن أسامة إن شاء الله بس نتمنى التوفيق غدا مع فريق النادي الأهلي من فنده لقامة من تحرقنا الحالة الأمنية الترتيبات كسافة الجمهورية المعتادة اللي احنا عارفنا أنه يكون على محيط استاد درادس إن شاء الله بإذن الله الأمور تكون طيبة جدا معنا وبإذن الله يكون فرحة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الأهلي عايزة أسألك برضو يا كريم بكرة عن يوم لعب النادي الأهلي بكرة الفطرة يكون الساعة كام تحرك المحاضرة كل الأمور ده عشان نحط كل جماهير النادي الأهلي معنا في الصورة الأمر الثاني عايزة أسألك برضو عن التواجد الجماهيري بالنسبة لجماهير التراجي شفنا السنة اللي فاتت كان يعني في مشكلة بالنسبة لحضور جماهير التراجي لكن المرة دي على ما اعتقد هيكون فيه حضور بشكل كبير برضو عن بعض الدخلات اللي ممكن يحضرها جمهور التراجي في دخلة المباراة لو عندك أي معلومة يعني هبدأ معكم السؤال الأخير كابتل السامة هو الجمهور وجمهور نادي التراجي الحي ممكن كلمت على الدخلات يعني احنا كنا متواجدين صباحا اليوم بنسبة للمؤتمر الصحفي اللي كان ساعة ناشر ونص زهرا شفنا عدد من جمهور نادي التراجي متواجد في المدرجات بيحضروا الدخلات بيحضروا طبعا اللفتات اللي هما معتدين عليها في الأجواء اللي هما يعني بيكون متعودين عليها في البراطة الأفريقية عندهم سهولة يسر يدخول ان هوا يقدروا يعملوا لفتات يقدروا يعملوا دخلات مميزة جدا المتواجدين كان من أكتر من ثلاث يام لكن مهاردة الحقيقة يمكن كانوا بيعملوا البروفا الأخيرة لكن بشكل عام كابتل السامة لا الحالة الهدوء يعني مميزة جدا الحقيقة فقط التوقيت آه فيه كسافة جمهرية ويمكن أعلنوا انهم يكونوا متواجدين 34 ألف مشجع على الجانب الآخر احنا عارفين انه ممكن العدد يزيد عن كده لان فيه كسافة جمهرية كبيرة جدا لكل اللي عايز يعني ياخد تذكرة ويشجع فرقته على الجانب الآخر كمان ممكن مخصص للنادي الأهلي مع الساعة 34 ألف هتاخد 1700 تذكرة بالنسبة لي جمهور النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله جمهورنا يكون متواجد بحماسه الكبير زي ما بنقول في كل مرة الالف وصوتهم صوت مليون ده مش عارضي حقيقة ما بنسمع صوت جمهور النادي الأهلي سواف مبارات الهداد في النهاية الأخير أو أيضا كمان في مبارات الغد ان شاء الله بإذن الله يكون لهم دور كبير لحيوا اللعيبة في التدريب الأول تواجدوا نادوا على كل اللعيبة حفزوهم نادهم على أفريقيا أهلي فيمكن جمهور النادي الأهلي بحقيقة وراء نادي الأهلي في كل حتة وده أمر يعني مش جديد علينا ومش جديد على كل لعيبة النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله جمهور تكون طيبة بنسبة لفريق النادي الأهلي بالنسبة لليوم الاعتياد يا كابتن السابة الأخير اللي بيكون قبل المباراة يمكن مخصص برنامج بدء من أول يوم وصلنا هنا 11 صباحا بتوقيت تونس بيكون وجبة إفطار 3 عصرا بيكون وجبة الغداء المحاضرة الفنية الأخير هكون 6 لربع يعني تاخد 20 دقيقة أو 25 دقيقة وبمشارة التوجه إلى ستاة درادس على أن يكون النادي الأهلي متواجد هنا قبل انطلاق المبركة العادة بساعة ونصف الأمور والبروتكولات الخاصة طبعا بيئة التواجد اليوم الاعتياد إن شاء الله بس هو الأمر اللي احنا بنأكد عليه التنسيق مع الجانب الأمني وتحركنا من فندق لقامة الكسافة العادية الجمهورية اللي احنا عارفين معتدين عليها إن شاء الله كل الأمور دي تكون ماشية بيسر وأيضا كمان إن شاء الله يكون كل لعباتنا في قمة تركيزها الروح والجدية والحماية الشخصية النادي الأهلي كل الأمور دي إن شاء الله بإذن الله تكون مع فريق النادي الأهلي يا رب إن شاء الله اللي اتنشر تكون أهلوية كابتن أسامة بإذن الله أخيرا يا كريم وإنت قريب من لعب النادي الأهلي متواجد في بعثة إقامة لعب النادي الأهلي يعني حطينا في الصورة المعنويات أبرز الكلام اللي بيدور ما بين اللعيبة وهي راحة التمرين أعيز أكد لك على نقطة مهمة جدا كابتن أسامة وهو الحقيقة الخبرات المتواجدة مع فريق النادي الأهلي اللاعبين الكبار كابتن شناوي كابتن رامي ربيعة محمد هاني كريم ندفد علي معلول بيقومه بدور كبير جدا ممكن أنا أخص الشناوي الحقيقة آيا بدور عظيم الحقيقة جلسات يعني فرده مع كل اللعيبة وجلسات جماعية الراجل بيحاول أنه هو يطلع كل الخبرات اللي عنده عندنا بعض اللعيبة ما شاركتش في هذه الأجواء وعندنا لعيبة خبراتها كبيرة جدا فلابد أن تحتاج أن تجد الدوافع الدوافع موجودة لكن ما بيكون خبرة كبيرة زي ما قلنا طبعا أسماء العيب النادي الأهلي أو كابتن فريق النادي الأهلي أما بتكلم على أهمية المباراة التحفيز الكبير وجود جمهور النادي الأهلي ملايين الجماهير في مصر منتظر هذه البطولة شوت أول مهم لابد أن نحن نحسم لابد أن نبدأ المباراة بكل جدية كل الأمور دي الحقيقة وصلة لعيبة النادي الأهلي لكن أما بنقول الشناوي ققاءة فريق النادي الأهلي ربيعة محمد هاني كل الأمور دي بيكون مهمة جدا حالة المعنوات مرتفعة حالة الجدية شايفانها في التدريبات الكل حريص أن يساعد زميله محدش عايز طبعا يعني يكون في أي إصابة أو حاجة فالتدخلات بتكون فيها حرص كبير جدا أهم حاجة هو نجاح النادي الأهلي مين هيكون متواجد اللي قلبه في الملعب أكتر من اللي قلبه على الدكة ده أو العكس صحيح أيضا كمان فكل الأمور دي شايفانها مع فريق النادي الأهلي ينقصنا التوفيق وينقصنا دعوات كل جمهور النادي الأهلي وإن شاء الله سيناريو المباراة والجوة والمناخ والطاقس وكل الأمور والترتيبات إن شاء الله تكلل بالنجاح ويا رب يا رب إن شاء الله تكون يوم سعيك بكرة على كل جمهور النادي الأهلي شكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد وأيضا برشك الكور لفريق العمل من قناة النادي الأهلي لسافر تونس وعمل التغطية الممتازة عشان يحط كل جماهير النادي الأهلي